السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احداتية 3-1 السؤال الاول قال لي انتل نقطة ABC اذا السؤال الاول قال لي انتل نقطة ABC اول حاجة سنكتب هاد النقطة ABC قديمه هنا بش نشوفهم ودائما كانت تأكد وايحداتيه اذا نقطة 44 نقطة B عندها 15 نقطة C عندها 3-1 مزيان إذن هنا قليلا مثلهم في معلم متعامد مو مانضام إذن ترسمون معلم متعامد مو مانضام إذن مسائل سهلين ما فيهم أموالو ثم بعد ذلك إذن أشبهنا نجيروا هنايا إذن قليلا مثل النقطة إذن النقطة عند الأفصول جالها 4 والأرتب 4 إذن لاب 6 هو 4 وإذن 1 جوج 3 العربعة وأغضوني الأرتب جالها 4 واحد جوج 3 العربعة إذن هنا يوجد أن تقطعها هذه النقطة إذن هذه النقطة أحد erle temporada الأفصول جالها 4 والأرتب جالها 4 إذن hinشTiffany النقطة بي هل أفصول جالها 1 cuz I آمل إذن الأرتب جالها 5 إذن 4 h 5 إذن تعود إذن لاب 6 آمل إذن لاب 6 آمل إذن نقطة بي ثم نقطة سين دا الأفسور ثلاثة واحد جوش ثلاثة إذن هي والأرث جالها واحد صفرها واحد إذن يعطي إذن هذه النقطة السين إذن تمتلك دا النقاط ما فيه أولو سهل جدا مش هو السؤال الثاني إذن السؤال الثاني ألف قال لي حديد زوج إحداثية لمتجها أبي إذن قال لي يا زوج إحداثية لمتجها أبي دا المتجها أبي بمناء أنا محتاج للإحداثية دا النقطة أ ونقطة أبي إذن كنت نكتبهم هنا باش يباني قد تامي وتأكدو شو ما عادوك بواحد خمسة منزي أنه نبدأ إذا كيفاش كنحدد المتجها أبي إذن ندير القاعدة سألة دائما كنديرو هنا كنديرو الأفصل الفوق والأرثب التحت الأفصل دائما كنديرو الأفصل جال النهاية ناقص الأفصل جال البداية إكس بي ناقص إكس وأيضا الأرتب الأرتب جال النهاية ناقص الأرتب جال البداية إجراج بي ناقص إجراج أ ثم نحاول أننا نعود إذاً إكس بي دائماً أنا يرد لبال لتقلبهم ولا شي حاجة مع امتيحان دق إكس بي لأفصل ديال بي يه واحد ناقص لأفصل ديال أ هو ربعة ثم الأرتوب ديال نقطة بي يه خمسة ناقص لأرتوب ديال نقطة أ هي ربعة إذاً مزيان من بعد نخرج هات الشيء إذاً متجهة أ بي واحد ناقص ربعة يه ناقص لاتة خمسة ناقص ربعة يه واحد نهاء إذاً هذه هي إحداثية ديال متجهة أ بي ثم هنا غدني مش سؤال بي قال لي يا تحقق أن المسافة أ بي تصوي جذر مربعة عشر إذاً بنحسب المسافة أ بي نفس طريقة إذن أشناء المسافة هي كانت ديال منظم جلد متجهة تصويش حال دائماً هي جذر مربعة ديال الافصل جل هات المتجهة السيدنان زائد الافصل ديال الأرتوب السيدنان جل المتجهة دائماً إذن هي هذه إذن الأفصول ديال AB هو نقص 3 كل أس 2 ثم زائد الأرتوب ديال المتجهة AB 2 أس 2 أرتوب هي واحد من بعد نقص 3 أس 2 هي نقص 3 في نقص 3 هي تسعود زائد 1 أس 2 هي واحد تسوي جزم 14 إذن إذن تنجيل AB 14 إذن باش المصحح تنسهل عليه الأمور إذن مشيول السؤال جيم إذن جيم أش قال ليه قال ليه تحقق أن النقطة K ذات الإحداثة يجيوش 3 هي منتصف لقطع AB C إذن أنا أغني ندير بحيلا بغيت نحسب المتجهة أه بغيت نحسب المنتصف ديال قطع AB C وأنا معرفش هذي نحاول نلقاه هذي نشوفه بعدها هندسيا باش نفهمه قال لي يا أش قال لي تحقق أنه هي منتصف لقطع AB C فين هي لقطع AB C في الشكل إذن نرسمها إذن ها هي لقطع AB C ها هي لقطع AB C قال لي المنتصف جالها إذن كيف أشكل لقطع المنتصف؟ إذن سألقى المنتصف جال الأفاصيل والمنتصف جال الأراتيب إذن نقطة C دائما كنت نشوفه في البداية والنهاية جالت لقطع إذن البداية جالت بي البداية جالت لقطع هالأفصول جالها والنهاية هالأفصول إذن شوف لي هذي الأفصول مع هذا في نوع المنتصف مشحل عندي هنا يمن التدريجة عندي ها واحد هاجوج إذن تدريجات النص هي هذه هي جوج ها هي ونمشي أيضا الاسقط على نحور الأراتيب إذن البداية ها هي والنهاية هي ها هي إن شحل من التدريجة عندي هنا عندي ها 1 هاجوج ها 3 ها 4 إذن النص هي جوج ها 1 هاجوج إذن هي هذه اذا هي هي من النقطة P او النقطة K عفونا هي هدي هندسيا ليه اذا عندها الافصول الجوج والارتوب ثلاثة تابعا مش نخرجها بالحساب اذا قال لي منتصف قطعا بس اذا انا محتاج من احداثيات الى احداثيات دي النقطة P والاحداثيات دي النقطة الساوما ها بس احتيتهم قتابي في ا저 philosophy اقوم باش كل شي بال. من بعد اomo تبقى الخاصية. هدوels احنا هي Ook اذا اذا كانت هي منتصف القطعة احنا هو المنتصف قندس لقدف الافصول دي البداية زائد الافصول الجال للنهاية ونقسمهم الى علاج فا شاش المنتصف هي ذا هده مقسوم الليج حتى بعد شين هي الاعتبر. ثم الارتوب ايضا كنطلب الدايا زائد الارتوب جاللها المنتصف نقسم على جوج باش نلقى المنتصف. هيا ايضا 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 نفس شي ثم نحسب هذا الشي ثلاثة زايد واحد يا ربعة على جوج هي جوج خمسة زايد واحد يا ستة مقسم على جوج هي ثلاثة ايضا 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 نمشي للسؤال الثالث. اذا السؤال الثالث قال لي تحقق ان النقطتين بي والس تنتميين للمستقيم الذي معادلته ايجرك تسوي نقص جوجك زايد سبع. اذا انا يرى مسائي سهلين كيفاش كيفاش تنتحقق للنقطة بي تنتمي لهالمستقيم بمعنى ان الاحداثيتين ديالنقطة بيك تتحقق لي هالمعادلة. اذا خاص الى مثلا نحط هنا ايضا 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 بتنشوف ايش كتحقق لي هاد المعادلة هدي اش غادي ندير. غادي نهز هنا ايكس غادي نعوده بالافصول ديال السي. ونحسب نشوف ايش غادي نلقاء هاد ايجرك نيد. يلا نبدو. هنا عندي ايجرك تسوي ناقص جوجك زايد سبعة. ايجرك تسوي ناقص جوجك زايد سبعة. اذا هنا غادي نعود بالنسبة نشوف واش النقطة السي تنتمي لهاد المعادلة. اش كندير? الهاد المستقيم للمعادلة دياله هي هدي يعني زي ما نشوف واش الاحداث تياتي ديال النقطة السي تتحقق لي المعادلة. نعود ايكسي بدك شي ديالها. ناقص جوج ايكسي يا ناقص جوج في ايكسي. اذا ايكسي هي الافصول لنقطة السي وثلاثة هوا زايد سبعة. نشوف واش غادي لقى هاد ايجرك سي واش هادي يلقى فيه واحد. اذا ناقص جوجك ثلاثة هي ناقص ستة زايد سبعة سبعة ناقص ستة هي واحد ها هو. اذا نعود ايكسي بثلاثة ونلقى في الاخر يجرك سي يا واحد. بمعنى ان النقطة السي تنتمي الى هاد لا ضغوة تبقت يا اه لا ضغوة وهذا اللي المعادلة جاله هي هدي. نفيشي بنسبة النقطة بي نعود وعود تاني هنا هي اكس بي لأفصول جاله بنعوده بواحد. ها هو. ونشوفو ونحسبو دابا واش غادي لقى ايجرك بي واش غادي لقى ونيد خمسة في الاخر. اذا ناقص جوجك في واحد ايا ناقص جوجك زايد سبعة سبعة وسبعة خمسة اذا هي هاد ايا خمسة اذا نعود ايكس بي بواحد. ولقيت هنيد هاد ايجرك بي هو هادا بمعنى ان النقطة بي ها باختها على ضغوة اذا النقطة بي تنتمي الهادك المستقيم. اذا الامور ساعدين هكوا باش قانت تحققو من هاد المسائل. مش هو السؤال الرابع. اذا السؤال الرابع قال لي لي يكون دي الموازي للمستقيم بي سي والمر من النقطة ا. انتين عندك الشاكل اي حاجة قال لك تتمشي الشاكل وكترسمها. قال لي لي ما بغيتش بلاش تقدر تجاوب لقى ما ترسم. فقط هذا الرسم كيعونك شوية باش تعرف شنو تدير. اذا اللي يكون مستقيم دي الموازي للمستقيم مسي. اذا انت موازي لهذا مستقيم بي سي هوا. ها والمر من النقطة ا اين اقريد من ا اذا هو هادا. هوا هوا هى دي الموازي للمستقيم بي سي موازي لهذا مستقيم الزرق بي سي. وال stood من النقطة ا ايا اما اmesan قلي اولا الف قلي يحدد مايل لمستقيم تي. قال لي حدد هات الميل. اذا كيفاش نحدد هات الميل? اذا هنا تستعملون خاصيات. ما بقى انه قال لي ادي موازي لمستقيم بسي. انا عرف بلي لان دي جيش مستقيمات متوازيان. كيفاش كنو الميلين. جاء لهم. اه جاء لهم. اذا يكون عندهم نفس الميل. مستقيمات المتوازين كيكون عندهم نفس الميل دائما اذا قالي حديد ميل للمستق 大سي بائين اذا جيد يكون الو الميل جين لمستقيم بس لاش حيات هم من توازين تكون اذا انت يكون الميل جين هم بحل بحل. سافع لاش حيك الميل هي هي كيفاش ميل بما انهم متوزن اذا طريقة باش ميل هادا ياني الطريقة باش ميل هادا. اذا غد يكون الميل جانهم بحل بحل رعبينه. يلا اذا هنا مستقيم بسي ها هو كان اعطالي المعدلة دياله مستقيم بسي المعدلة دياله رأيه اعطالي انا يا اشكت علينا النقطة بسي تنتميان لانك تحقق المعدل اذا المستقيم بسي ه 투ه اذا معدلة دياله المستقيم بسي اللي اذا رأي هي هناش قلل يها بما ان بسي يوازي دي هو قلل يها دي يوازي المستقيم بسي اذا اذا الميل جاء لمستقيم دي تساوي الميل جاء لمستقيم بسي اش يعني الميل جاء المستقيم بسي المعدلة مختصرة ج trailers في ها هو ناقص اثنان. اذا الميل هو ناقص اثنان. بمعنى ان الميل دي المستقيم دي هو نت ناقص جوج. يعني عندهم نفس الميل. مشي السؤال بي. بقلي استنتيج المعادلة مختصرة المستقيم دي. استنتيج بمعنى ملنا. اذا المعادلة مختصرة دائما كتكتب الها تشكل غيرك تسوي ام ايك زائد بي. والميل دي المستقيم دي دي جارة عرفتها هو ارقيته اوها. اذا هو نت ناقص جوجها هو. اش بقالت لي بقالت لي نقها نقبي. اذا كيف اش غيري نقبي؟ احسن نقلب على شه نقطة تنتمي الى هاد المستقيم دي. فيني النقطة لي تنتمي لمستقيم دي. هنا قالي مستقيم دي موزي. والمار من النقطة ا اذا اي اذا اتنتمي لمستقيم دي. اش كان تنتمي. بملكة تحقق ليا هاد المعادلة. اذا نعوض هاد اكس. بالافصول ديال A و Y بالأرتوب ديالها وغادي اللقاء B إذن هي هذه بما أن A تنتمي لمستقيم D إذن كتحقق المعادلة لشنا يا B تسوي Y هاد ناقص جوج X إنتي ها عند Y بتولي زائد جوج X ومن بعد هذه نعود بما أن A D بما أن النقطة A تنتمي لمستقيم D إذن كتحقق المعادلة إذن نعود Y بالأرتوب ديال النقطة A وX قبل الأفصول ديالها إذن شحال غاديل قاب B تساوي إذن شنوى الأرتوب ديال النقطة A هو 4 والأفصول هو 4 إذن هاو ما ها 4 ونخرج إذن هي 4 زائد جوج فربعة هي 8 من زائد جوج هي 12 إذن B الأرتوب عند الأصل تساوي 12 إذن معادلة مختصرة Y تساوي ناقص جوج X زائد 12 بأمور سهلين واضحين إذن لقد تهيرا هادوك اللي فاق 6 17 18 18 راح تكشغير كي تعود نفس الأسئلة نفس كل شي يالا المشيل هنا الخامسان آخر سؤال قال لي لي يكون ديبريم المستقيم لازم معادلته إذن أعطاني واحد مستقيم أخر اسمات ديبريم أعطاني المعادلة مختصرة جالوا إياه أشغال يا قال لي بيين أن المستقيمين دي والديبريم متعميدا إذن كيف إش كان بيين بليد دي والديبريم متعميدا إش كيعني أن مستقيم متعميدا كيعني أن الجداء ديال ميليهما تسوي ناقص واحد إذن دبعي عندي جوش حواج دي إذن مستقيم المتوازيان يعني عندهم نفس الميل مستقيم المتعميدا يعني الجداء ديال الميليين ديالهم كيسوي ناقص واحد إذن أشبت نجيل نجيل بي أن إذن غدين هس الميل دي المستقيم دي ونضربو في الميل دي بريم خسني نلقى ناقص واحد هاش شي واللي كان إذن خامسان في نوال الميل جل إذن هوا إذن الميل جل مستقيم دي في الميل جل مستقيم دي بريم إش نوال الميل جل مستقيم دي إذن مستقيم دا وش في نوال الميل جلو يناقص جوش هيا مضربو في الميل جل دي بريم في نوال دي بريم هاي المعدلة المختصرة جلو في نوال الميل يواحد على جوش هيا إذن ضربت واحد على جوش إذا هنا ناقش جوج باتمشي مع جوج باتبقى ناقش واحد طافي اذا المستقيم بتعمودي على مستقيم دي بريم اذا الشي هو اللي كاين بنسبة لدنو عجال التمرين انا رأى خمسة ونص نقطة انايا بنسبة لمعادلات المتراجحات بمعنى رأى ساهل بزاف انك تجيب المؤدال جاك ما يخصك تاشي خير وما بالنسبة لازميته بالنسبة لاذاك تجيب الازاحة رأى الازاحة مفاولة هذه الاسئلة اللي هم سهلين بزاف اذا نقضي الازاحة تجيب الواحدة المتجهة هي فقط تكون عندك متوازئة لا نقوم ما ديش ان تترقل هذ المسائل اذا نعودوا هاتشي مزيانة الشيو اللي غتيتلقى والشيو اللي معه دائما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته